عملي يوسف هو الصحافة لكني أيضا نائب بالبرلمان المصري وده يضعني في أنه على عطقي مسئولية السؤال هل الحل في لبنان هو وضع حل للخلافات والتجاذبات السياسية أم آن الأوان لتغيير الدستور اللبناني إلغاء المحاصصات الطائفية الدستور اللبناني أو اتفاق الطائف الذي وضعه مارسته في عدة مراحل كنائب كوزير كرئيس الوزراء صدقا أقول أن اتفاق الطائف إذا أحسن تنفيذه يصلح أن يكون هو الدستور للبنان لأنه يعترف بالجميع ولكن اتفاق الطائف لم يحسن تنفيذه مثلا اتفاق الطائف قال أول مجلس نيابي بعد المجلس القادم ينتخب على أساس غير طائفي لم ننفس ذلك مثلا قال ينشأ مجلس الشيوخ لحماية الطائف لم يؤسس ذلك قال ينشأ مجلس الاقتصادي واجتماعي لمواكبة الأمور الاقتصادية والاجتماعية وأطاع المشورة اللازمة بهذا المضوع حقيقة أسس ولكن لم نسمح له بالدور لأنه يأخذ من درب السياسيين ومجالس الأخرى كل هذه الأمور المدخل للغاء الطائفية السياسية ما حدث هو العكس تماما تكريس الطائفية في تكريس أكثر فأكثر الطائفية ما حدث هو لا أحد يعني نرى يوم عن يوم ماذا يحدث في لبنان اتفاق الطائف حتى ترك أمرين للمشرع دون تعديل دستوري هو موضوع قانون الانتخابات وموضوع المركزية الإدارية قانون الانتخابات حتى الآن نحاول كمن يفتش في الظلام على دبوس كل مرة تكون تجربة انتخابية ربما مختلفة عن سابقتها وهي لن تؤدي الغرض الوطني هي تؤكد الشرزمة أكثر فأكثر والطائفية بقانون الانتخابات قانون المركزي إدارية يوجد أكثر من 19 مشروع قانون في مجلس نواب يتحدثون مقدم من مختلف الأحزاب والفعاليات السياسية إلى مجلس نواب لإقراره ولم يعرض ولم يقر حتى الآن أنا شخصيا مع تطبيق إجراء قانون الانتخابات على أساس وطني لا طائفي مجلس شيوخ لا مركزية موسعة يجب إعطاء لمركزة موسعة كل نحن في لبنان كما قلت مركب تركيبات لنعطي كل مركب خصوصيته يجب أن نحافظ على الخصوصية اللبنانية لكل فئة فإذا أعطيت هذا ضمن دولة عادلة ودولة شاملة تكون ممتاز باتفاق الطائف تتحدثنا عن الإنماء المتوازن أين إنماء متوازن؟ أين هو الإنماء المتوازن؟ أين أبقى شخص ابن عكار أو ابن الهرمل أو ابن أي منطقة في لبنان لا يزال في القرى النائية لا يعرف ما هو إنماء ولا يعرف ما هو توازن يعني كل هذه الأمور يجب أن يكون لنا نظرة مختلفة تماما للبنان الجديد مختلفة ضمن اتفاق الطائف حسن تنفيزه واستكمال تنفيزه وحسن تنفيزه ولنطفق عليه ولنلتزم به هذا لو سنة التسعة وتمينين تسعين لما أقرر اتفاق الطائف لو اتفقنا أنه نلغي الطائفية السياسية كنا عملناها تدريجيا كنا اليوم كانت بعد عشرين سنة ألغيت طلقائيا وتعودنا ولكن نحن نكرس الطائفية أكثر وأكثر فأكثر وهذا يولد المشاكل أكثر فأكثر يولد أنواع من سمينا الفساد أصبحت الفساد لها محميات المحميات الطائفية ومذهبية كل هذا يتبع بعضه البعض فبالتالي يجب أن نبدأ بحسن تنفيز اتفاق الطائف واستكمال تنفيزه